موسيقى إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون أنترنت أو زوروا موقعنا على الانترنت ستجدون الروابط في صندوق السلام عليكم مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة جدا رائعة ليس فقط لبشرة الوجه لكن يمكن استعمالها لجسم بكامله طبيعة الحال بمكونات متوفرة في كل بيت قبل أن نبدأ هذا الفيديو الناس الذين يشاهدون قناتنا لأول مرة لا تنسوا الضغط على زر أبوني أيضا تفعيل الجرس لتوصل بجديد القناة إذا كنت تعانين من مشاكل البشرة التي لا تنتهي ولا تعد ابتعدي عن الكريمات التي تتكون من مواد كيميائية وابتعدي أيضا عن الفونديشن الذي يغطي الحبوب وشوائف بشرتك لأن هاتين الطريقتين مضرتان لذلك سنقدم لك اليوم وصفة رائعة تحتوي على مكونات طبيعية وستعطيك بشرة رائعة خالية من الشوائف والحبوب وبشرة ناظرة فهذه الوصفة سنحتاج إلى مكون أساسي ورئيسي وهو الزبادي هذا المكون الرائع الذي يستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية ولدي العديد من الفوائد على البشرة سيبعتيك بشرة نائقية خالية من الشوائف وبشرة ناظرة جدا وستعجبك هذه الوصفة بالتأكيد بعد تجربتها يمنح قناع الزبادي بشرة الوجه النظارة والشباب بسبب العناصر الغدائية الرائعة الموجودة فيه والتي تعتبر صديقة للبشرة وهذا ما يجعل قناع الزبادي فعالا جدا للوجه فالزبادي يقشر البشرة بشكل لطيف ويخلصها من خلايا الجلد الميتة كما أنه يغديها وذلك بخلطه مع مكونات أخرى كما سنقدم لكم في هذا الفيديو ستحتاجون إلى ملعقة كبيرة ممتلئة من الزبادي كنتم ستستعملون الوصفة للوجه أما بكامل جسم فستضاعفون الكيمية للحصول على خلطة كبيرة لكامل الجسم بالنسبة للمكون الثاني الذي سنحتاج هو عسل النحل الطبيعي حتى هو من المكونات التي سبق وأن تكلمنا عليها في فيديوهات سابقة يغدي البشرة يطهر البشرة أيضا يزيل الحمرارات والتوهجات الموجودة في البشرة المهم أنكم تستعملوا يعني عسل نحل طبيعي يعني العسل حتم فوائدي وأنه يكافح دور علامات الشيخوخة على البشرة أيضا يخلص البشرة من حب الشباب ويرطب البشرة سنحتاج كمكون آخر في هذه الوصفة إلى ماء الورد ماء الورد عبارة عن تونر للبشرة أيضا فهو منظف للبشرة يتوفر ماء الورد فيمكنه الاستغناء عنه في هذه الوصفة وسنحتاج أيضا إلى قطرات من عصير الليمون أو الحامض هذه القطرات يعني من عصير الليمون أو الحامض الناس الذين لديهم بشرة حساسة يعني كما أقول دائما لا تستعملوا الحامض في هذه الوصفة أو جربوا هذه الوصفة على منطقة صغيرة ميناء العنق قبل تطبيقها على الوجه صراحة الحامض له فوائد كثيرة على البشرة خاصة الناس الذين يعانون من الحبوب والبثور وأطار البثور في البشرة سيساعدهم من التخلص من هذا المشكل نسبة طريقة تحضير هذه الوصفة جد سهلة وسريعة سنقوم بأخذ ملعقة كبيرة من الريغورس كما قلت ويمكنكم مضاعفة المكونات إذا كنتم ستستعملون هذه الوصفة للبشرة الجسم بكاملة أنا هنا سأستعملها حاليا للوجه ملعقة كبيرة من الياغورت وضعت ملعقتين من ماء الورد وملعقة ميناء العسل سأقوم بمزج هذه المكونات جيدا صراحة ستحصلون على كريم رائع جدا للبشرة وسأضيف قطرات من عصير الليمون أو الحامل الناس الذين يعانون من بشرة جافة جدا يمكنكم إضافة ملعقة من زيت اللوز أو زيت جوز الهيند إلى هذه الوصفة وبعد ذلك سنقوم بتطبيق هذه الوصفة بطبيعة الحال على بشرة نظيفة ونقوم بعمل مصاج للبشرة بهذه الوصفة يعني حتى تدخل هذه المكونات كاملة في البشرة كما قلت فهذه الوصفة تصلح للجسم بكامله لليدي للوجه للجسم يعني نكون على ملوها في الحمام وصفة جدا رائعة وسهلة سأطبق الوصفة الآن على وجهي نحاول عمل فرق البشرة قليلا بلطف طبعا لمدة دقيقتين بهذا المسك بعد ذلك سنترك المسك لمدة 15 دقيقة على البشرة ويفضلوا الاسترخاء بعد وضع المسك على البشرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ يعني بشرة الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد وينصحوا بعمل اي كريم مرتب للبشرة يعني ضروري كما اقول في جميع الفيديوهات بعد اي وصفة طبيعية ضروري عمل كريم مرتب للبشرة هذا الوصفة يمكنكم عملها مرة في الأسبوع يعني جد رائعة تعطي تفتيح للبشرة تزيل شوائب ايضا البقاء الموجودة في البشرة وتعطي تبييد للبشرة ايضا تعطي النعومة للبشرة اذا ما استعملتها لبشرة الجسم بكامل فهي تعطي نعومة رائعة للبشرة يعني فقط بالنسبة الوصفات الطبيعية للحصول على نتائج رائعة يجب المداومة عليها يعني لا نستعمل الوصفة مرة واحدة وننتظر نتيجة فائقة يعني يجب ان نستعمل الوصفة ونكرر استعمالها للوصول الى النتائج المرضية طبعا ستشعرون بالتنعومة في الجسم وفي البشرة مباشرة بعد استعمال هذه الوصفة كل مكونات الموجودة في هذه الوصفة يعني مكونات طبيعية ولا تسبب ايات ادرار لكن انصحكم دائما بتجربة الوصفة على منطقة صغيرة منها العنق للتأكد من عدم وجود ايات حساسية من هذه الوصفة اتمنى ان اكون قدمت لكم يعني جميع النصائح والمعلومات الخاصة بهذه الوصفة يعني كل من يقول انني اكتر الكلام في الفيديوهات رفقت من اجل الشرح والتوضيح لجميع المكونات المستعملة في الوصفة كي لا اجد تعليقات يعني انتم تعرفون تعليقات التي اجدوها في الفيديوهات يعني تعليقات تسأل عن هذا المكون او لما لا تشرحي هذا المكون او لما لم تطبقي الوصفة على بشرتك فاحاول اشتركوا في القناة